عجوز البحرية الروسية الأدميرال كوزينتسوف التي قدمتها موسكو على أنها فخر صناعتها العسكرية وهلل لها إعلام النظام على أنها ستكون نقلة نوعية في الحرب على ما اسمه الإرهاب لم تكن سوى مثال حي لتآكل الصناعة الحربية لورثة الاتحاد السوفيتي موسكو الحاملة اليتيمة للبحرية الروسية والتي يعود تاريخ صنعها لثمانينيات القرن الماضي وفي أول مهمة قتالية لها بعيدا عن الشواطئ الروسية وصلت إلى سوريا لتشارك في مهمة قتل الشعب السوري تفشل ثانية في تنفيذ مهامها حيث سقط عن سطحها طائرة مقاتلة من طراز سوخوي 33 حادثة أجبرت وزارة الدفاع الروسية على الاعتراف بأن سبب سقوط الطائرة فشل في معدات الهبوط في الحاملة كوزينتسوف والتي لم تنجح في السيطرة على الطائرة والحد من سرعتها سقوط السيخوي 33 لم تكن الحادثة الأولى للأدمرال كوزينتسوف التي لم تكد تبدأ أولى طلعاتها الجوية فوق سوريا إلا أن بدأت الأخبار تتواتر عن سقوط أول طائراتها في عرض البحر وهي تحاول الهبوط على متنها في حينها حاولت وزارة الدفاع الروسية رد الشائعات عن حاملة طائراتها اليتيمة مرجعة أسباب سقوط الطائرة المقاتلة من طراز ميك 29 لخلل فني في معدات الهبوط في الطائرة فضائح كوزينتسوف لم تبدأ منذ وصولها الشواطئ السورية بل منذ بداية رحلتها إليها بداية من احتراقها خلال مرورها في القناة الإنجليزية الفاصلة بين فرنسا وبريطانيا في حينها صارت موسكو لتبرير ذلك بعطل بسيط في محركات السفينة رواية شكك في صرحتها الكثير من الخبراء العسكريين مستندين إلى شهادات لطواقم العديد من السفن التي على مقربة منها كوزينتسوف والذي أكد أنها لا تتحرك إلا برفقة سفينة أخرى لا لحمايتها وإنما لإصلاحها فضلا عن الحديث عن الصدق الذي يكسو أجزاء واسعة من جسم السفينة التي تبحر حتى يومنا هذا بمحركات تعمل بالديزل وهو ما يحد من قدرتها على الإبحار لفترات طويلة